متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة نعود فيها إلى تدعيات قضية مطار تونس قرتاج الدولي أو غزبة المطار أو أحداث مطار قرتاج كما بشانس يسميها فما تطورات جديدة في هذه القضية اللي مجبوط فيها نائب سيف الدين مخلوف مباشرة ولكنت صار ما صار ذات يوم في مطار تونس قرتاج الدولي جديد هذه القضية نشرت وذاعة موزيك وقالت أن النيابة العمومية بالقطب القضاء لمكافحة الإرهاب حالت يوم الخميس 22 أبريل 2021 المرأة التي منعت من السفر عبر مطار تونس قرتاج على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنتقها تيلة أكثر من ثلاث ساعات من أجل تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي بالداخل والتواصل مع تنظيمات إرهابية بالخارج قاضي التحقيق شنو قرر في هذه القضية وبعد ثلاث ساعات من الاستنتق قرر الإبقاء على المتهمة في حالة سراح مع عرضها على القيس في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية وكان سيف الدين مخلوف وتبعته لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهل المطار وحب يجبر الأعوان على أنهم يسفروا هذه المرأة ويسمحوا لها بسفر إلى تركيا رغم لفما عديد الاتهامات أن هي مشاهلة تتواصل مع عنصر إرهابي مفتش عنه في تونس وهو متواجد في تركيا ومعلومات على أنها كانت بحوزتها مبالغ مالية بيجتواصلها للعنصر المعنية بالأمر ولكن أعوان الأمن في المطار كانوا على علم مسبق بهذه السيدة فما راحهم إلا منعوها من الصفر وبالتالي هي عملة اتصالات مع الإرهابي الموجود في تركيا وهو اللي اتصل بسيف الدين مخلوف وسيف الدين مخلوف اتنقل إلى مطار تونس قرتاج الدولي وكان مرفوق ببعض نواب اتلف الكرامة وصار ما صار نهرتها في مشهد مخزي في مشهد يدل على سقوط الدولة وأثار ذلك المشهد الموجهة بين قوية الأمن وبين سيف الدين مخلوف ونواب اتلف الكرامة موجهة لفظية عرق ومعروك في المطار وهذه صورة لتخدم تونس أمام أنظار العالم الكل اللي قاعد يصور كان هذي الكل صار نهار الاثنين خمستاش مارس 2021 وتبين أن المرأة هذي مشمولة بالإجراء الحدودي اللي ما يخالهش تسيفر في الوقت الحاضر وبسبب تنفيذ قرار المنع من المغادرة في حقها تحول به مطار قرتاج إلى حلبة حيث حاول النواب من اتلف الكرامة يقودهم رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف الدخول وتمكنها بالقوة من السفر إذاعة موزهيك كانت نشرت هوية المسفرة وأسباب منعها من المغادرة وحسب مصادر جديرة بالثقة الممنوعة من السفر تدعى نون عين كانت تعتزم السفر إلى تركيا بنية الالتحاق بسلف حسني جلاسي وهو محل تفتيش لفائدة وحدة مكافحة الإرهاب لعلاقته بالتكفير حمزة نوالي اللي تم إيقافه من قبل وحدة الأمنية لكن حسني جلاسي فر إلى تركيا وهو موجود في تركيا لكنه إرهابي مفتش عنه في تونس المعنية بالأمر والمعنية بعدم أسفر خضعت للبحث في الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وقت سابق وهي محل تتبعات أمنية في مجال الإرهاب هذاك عليش صادر بشأنها قرار الـ S-D-S حسب المعطيات المنشورة في المواقع الإخبارية فإن حسني جلاسي هذا الإرهاب الموجود في تركيا اللي كانت تعتزم الممنوعة من السفر إنها تلحق به في تركيا كانت تحول سابقا إلى دولة الجزائر الشقيقة وتم إيقافه هناك من قبل سلطات الأمنية الجزائرية بأتباره محل تفتيش لفائدتها منذ سنة 2005 وحتى النجم نحكيه على تبادل المعلومات بين تونس والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب وتم ترحيله إلى تونس عبر الحدود البرية مع الجزائر وكان في استقباله المحامي سيف الدين مخلوف وهو ما يرجح إمكانية تلقيه لاتصال هاتفي من حسني جلاسي ليتحول إلى المطار مطار تونس قرتاج الدولي لتمكين المسيفرة من السفر عنوة سيف الدين مخلوف الذي يلقب بمحامي الإرهابيين كل قضية فيها إرهابي إلا وتلقى سيف الدين مخلوف هو المحامي عنه وهذي تطال تهم كبيرة في مسيرته المهنية وكذلك في خطابته في البرلمان الممنوعة من السفر كانت أكدت لأعوان الأمن بمطار تونس قرتاج الدولي اللي هي ما اتصلتش بحتى حد من ويب اتلاف الكرامة لسيف الدين مخلوف لعبدالتيف العلوي ولا أي نائب آخر من هذه الكتلة وما طلبتش حضورهم ملكي فيش سامعو توسامبل موهذا اللي ينجم يفسر إنه الإرهابي الموجود في تركيا هو اللي اتصل ونسق مع سيف الدين مخلوف ولمحاولة تسفيرها عنوة رغم اللي فما إجراء الاسدسات في حقها نلقاو زيدة الإرهابي الموجود في تركيا وبعد اتصاله بسيف الدين مخلوف ومشي سيف الدين مخلوف للمتار نلقاوه إنه المرأة هذه حطت تليفونها في مكتوب سيف الدين مخلوف واللقطة هذه كانت موثقة والصورة والفيديو تم الترويج ليه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يتم إثبات الاتصالات اللي سهلت بين المعنية بالأمر وبين الإرهابي الموجود في تركيا وبين سيف الدين مخلوف وبالتالي سيف الدين مخلوف كان منسق هذي الكل والمرأة كانت تعرف شنو مش تعمل بالضبط ومشي ديريكتمو وحطت التليفون متاحة في مكتوب سيف الدين مخلوف وسيف الدين مخلوف وأخذه وخب على هذه المرأة ورغم ما نفي علاقتها بنواب اتلاف الكرامة فإنه الفيديو المصور هذي في مطار تونس قرتاج دولي واللي خبت فيها تليفونها في مكتوب سيف الدين مخلوف لمنع الكشف عن تلقيها مكلمات من حسني أجلاسي لكن هذه القضية ما زالت أطوارها متواصلة اليوم تم إبقاء المرأة بحالة سراح مع عرضها على القيس وتطورات قادمة وكانت الحادثة هذه أثرت جدل كبير جدا في تونس الناس اللي طلبوا بإيقاف سيف الدين مخلوف فورا لأنه كان متلبس ونياب العمومية تنجم تلقى عليها القبض حتى لو كان هو نائب شعب ويعني يتمتع بالحصانة طالبوا أيضا برفع الحصانة عليه ومحاكمته لأنه أحدث الهرج واعتدى على سيادة الدولة وأراد تسفير امرأة بالقوة صادر في شأن إجراء الاس دي سيت مهما يكون ما يلزمش تسيفر تونكو الأعوان الأمني راو اللي هي ما لزمهش تسيفر وبرشاني سنالبو بمحاكمته وبيعزله من البرلمين وأيضا متوجهت له التهم خطيرة جدا المسيس بأمن الدولة وأمن مطار تونس قرتاج دولي والمسيس بمؤسسة سيادية في تونس في المقابل نلقاوشق آخر هو اللي دفع على سيف الدين مخلوف وانتقدوا بشدة إجراء الاس دي سيت وقالوا لازم اليوم نعملوا حل للإجراء هذية اللي يكون هو يحد من حرية بعض الناس رغم اللي ما فاماش اتهامات واضحة وإلا ما همش متورتين بشكل واضح في عملية إرهابية أو متورتين مع شخصيات وعناصر إرهابية لكن برشانيس زاد وجهة الاتهام إلى سيف الدين مخلوف وقتلوا بما أنك انت عند كتلة في البرلمان بالتالي تنجم تقدم مبادرة إلى مجلس نواب الشعب تناقش فيها إجراءات الاس دي سيت تنجم وتعدلوه في هذا القانون وبالتالي مش كل مراهيذي من الظرس عادت فيما برشانيس تقول لي ما تنجمش تسيفر وما تنجمش حتى بيش تديوي وإلا حتى بيش تختم ولا بيش تقرأ ما تنجمش لأنه فم الإجراء الاس دي سيت هذي الإشكالية اللي فيه هو أنه ما فماش إثبت على الشخص المعني بالاس دي سيت أنه هو عنصر إرهابي ولا عنده علقة بعناصر إرهابية لكن تقد مجرد شكوك ننتظره في الأيامات الجاية فم تطورات كبيرة في هذا الملف مصير هذه المرأة ومصير سيف الدين مخلوف اللي واجه أحدث قضايا وواجه تهم ومطالبات برفع الحصن عنه ومحاكمته بتهم خطيرة جدا ما زلنا في متابعة للموضوع ما تنسي واشتاملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوسيكم الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر